اسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد. ان شاء الله رب العالمين يا شباب في الفيديو ده هنحل مع بعض الامتحان رقم اتنين الموجود في كتاب آآ اول ان وان صفحة سبعة. الامتحان ده يا شباب على الواحدة التالتة والارربعة. تعالوا كده نبدأ. وعايز قبل ما ابدأ اقول لك ان كل الفيديوهات موجودة في جروب التليجرام. آآ الرابط لاتها موجودة في قروبة لكن الفيديوهات مرفوعة على اليوتيوب وليس على المنصة. رفعتنا على اليوتيوب وفقا لطلبك عشان بتكونوا بتسرع الفيديو وكده يعني. تعالوا نبدأ في اول سؤال. الناس بيقدروا الاصدقاء المتعاونين. اقرب معنى لكلمة دي يعني يقدر. طيب الكلمة اللي بتسويها بقى هيت يعني يكره. يعني يثني على اكيد هي دي طبعا. ولا دي معناها يكره. وكذلك برضو دي يعني يكره. التلات كلمات دول بيسواء معناهم واحد معناهم يكره يبقى. دي معناها مناسب. بتسوي كلمة وبتسوي كلمة او بتسوي كلمة الكلمات دي كلها كده معناها مناسب. وهو عايز كلمة بتديني عكس كلمة احنا قلنا بتسوي وتسوي عكسوهم بقى واخد بالك ان مش ام. تلاتة الفكرة تحت السؤال ده لما كنت مقابل واحد لأول مرة ونفسك تفتح مع حوار كده فترميله اي كلمة تقول الشنطة بتاعتك دي شكلها جميل والله. انت كده عملتي حاجة اسمها يعني 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 يكسر الجمود اللي في الحوار. لو انت في المدرسة مسلا وقابلك واحد زياني لك جديد نفسك تفتح مع احوار بس مش عارف تبدأ منين فتقوله المدرسة مش هتبدأ النهاردة ولا ايه. فيرد عليك بيقول لك شكلنا كده نروح تاني ويبدأ ان يحكي معاك حوار ده اسمه يعني دي معناك تكسر الجمود ترمي اي كلمة بحيث ان صاحبك دي يبدأ بحوار معك يعني شديد انا عندي صداع برد شديد. جسمي كله بيقلموني. كلمة دي معناها يقلم فعلا. وكلمة دي القلم. وكلمة يعني يعني يقلم برضو القلم. ولكن اسم مفرد فكان مفوض نقول اصلا عشان نفكر في دي. وكان مفوض نقول عشان نفكر في دي. تسلق الجبال هي هواية ايه تحتاج كثيرا من الجهد. دي معناها تحديات معناها متحدي او صعب ترجمها كده بالنفسك بمعنى صعب. يعني يغير او يتغير. اللي هم الشواحن الشاحن بتاع الموبايل يعني. وبالتالي وطلبت المسامحة عشان عمليه في ضميري. طير دي معناها يتعب. معناها يريح اكيد يريح ضميره حتى انت بتقول ريح ضميرك يعني يعني معناها يغيز. يغيز شخصا ما. طيب بعد كده ساعة ما سمعت عن حدسة بنتها. واخذت الى المستشفى. بقى كده حصل لها يا ترى دي معناها سر او اسعدة معناها برضو اسعدة او معناها مبسوط طبعا وبليز برضو معناها مبسوط يعني اغمى عليها ولا يعني حزين يعني يحزن معناها احزنة شخصا لما سمعت بان بنتها عملت حدسة هي اغمى عليها واخدوها على المستشفى دي. الفرد لازم يكون لطيف في العمل. طيب هولي طب انا قبل ما حل الجملة عاية تاخد بالك ان تضمير المنعاكس عليها لازم يكون برضو. لكن الناحية التانية بقى هتبقى زير. طيب المهم اه بقول لك ان الشخص لابد يكون اه لطيف مع اتوك تعالى نشوف الاختيارات الاول قبل ما نبدأ نحل. اول كلمة معنا كلمة دي اسم شجرة. التانية يعني مقدس يعني يتبع لكن اللي هم الاتباع والرفقاء واكيد هي دي. وبالتاني انت لما تقول ان الواحد لازم يكون لطيف مع رفقائه في العمل. حاولت تخليه توقف عن تدخين بطء ولكن الامر كان عبثا. كان عبثا دي يا فندم اسمها ورقم بي برضو يبقى دي اخطأ سؤال المقرر يعني اجابته خطأ مطبعي. التالتة كده دي اللي هي الوريد الوريد اللي هو العروق اللي في جسم الانسان واخر كلمة كلمة اللي هي الحجاب بتاع النساء. هو لسه مبتدئ. ما ينفعش يطير بالطيار لوحده. طيب يطير لوحده دي اسمها لانه هو هيقوم بالطيران كطيار. قد بالك عادة تعرف انك لما تقول يعني انا بمشي بالطيارة وحدي يعني انا كده شغال طيار. لكن لو انت قلت لي اي اي افرا اي اي افلاي ده معناه انك انت بتسافر لوحدك من غير ما تاخد حد من عيلتك وبتركب الطيارة مع الركاب عادي جدا. ومن هذا ايه؟ 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 دي معناها اه يعني معناها يتخلى عن احفظ الكلمات دي عشان القطعة. يتخلى عن. بقول لك ان النساء ليهم ايه عظيم في المجتمع? اكيد لهم دور عظيم يبقى رول دور لكن رول دي يعني يحكم دي معناها بكرة ورول معناها بكرة برضو. كلمة دي بتسوي كلمة بتسوي كلمة معناها مميز. وهناخد كلمة دي لما نجي نحكي في موضوع الاسعي. بيقول لك ان هناك كثير من النساء من العلماء المصريين المحترمين. اكيد لو عالم محترم يعني محترم لانجازه فنقول ده احنا عزين اللي هي رقم اه رقم دي. عايزة تخب بالك من حتة هنا في السؤال ده. الجامعات يا شباب الجامعات والمعاهد لانها محترمة لانجازاتها. خب بالك من دي كويس. لكن الفنادق بتقول والعائلات. انا ما ينفعش اقول السيارة اللي من دول لاني لم احصل على ايه بعد. معناها درجة في الامتحان ومعناها صف دراسي. طب دي معناها شهادة ميلاد وشهادة وفاة. اللي بالس دي معناها يرخص او يعطي ترخيصا ليه. اللي بالس معناها رخصة. انت بتقول ما ينفعش اقول السيارة لاني ما عنديش رخصة. الالمان دايما ايه بسبب الشغل اللي هما بيشتغلوه باجتهات في كل المجالات. دي معناها يؤثر على معناها مو تأثر بي. طب معناها مؤثر اللي هو التأثير. انت بتقول الالمان دائما يكونوا مؤثرين. لكن كان ممكن نقول عندهم اه تأثير او انطباع. عمي ده رجل اعمال كبير. هو لي ايه كفي اه طويل يعني في تجارة الملابس. تعالي نشوف الاختيارات. اول واحدة كده اللي هو عمل جوب وظيفة وكارير حياة عملية وفانكشن معناها وظيفة من وظائف الاعضاء مسلا. لما تقول لي مسلا وظيفة القلب هو ان يضخ الدم. نرجع لموضوعنا في الجملة بيقول لك ان عمي ده شغال في رجل اعمال. وليه حياة عملية طويلة في مجال بايع الملابس. انا روحت البيت لكن انا لم ادركوا من سرق المجوهرات. طيب كلمة دي يعني اي يا فندم يعني هو. واخد بالك هنا في الجملة دي هو مش ضمير وصل. اه مستر ابراهيم نقط. المستر ابراهيم هو المدرس اللي انا بسق فيه. بص المفروض ان انت تقول لها هو هو اي تراست. دي واحدة. خد بالك لو انت قلت لي هو اي تراست هم دي غلط. الغلط فين? انك اما تعمل حاجة من اتنين. اما انك تحزف هم. وتحزف فو بالزبط مع بعض. بتقول مستر ابراهيم اي تراست. او انك انت تحزف هم لوحديها وتسيب هم تبقى اي اه زاتيت شر هو اي تراست. وبدل هم ممكن استخدم هم لان ده مفعول. طيب هم اي تراست هم غلط لانه جاب لك هو. وهم مع بعض. طيب هم اي تراست هم برضو غلط لانه جاب لك هو. او هم مهم مع بعض. لكن اي تراست اللي صح هزف لاتنين. واحنا اي ادمير شيكسبير بقى احب شيكسبير المسرحيات بتاعت تقرأ مسرحيات مين شيكسبير يبقى هوز انت عارف كويس جدا ان لما يكون قدامك كلمة اونلي او صفة تفضيل او كلمة قول الكلامات دي دايما باستخدم معاها ذات ايا مع كضمير وصل ايا كان الفاعل ده عاقل غر عاقل مكان زمن مش موضوعك فاول عايزة بعدها ذات لعبة دي لعبة فردية حيث لا يوجد عنف على الاطلاق عايزك تركز معي دي معناها اللذي وزات برضو معناها اللذي معناها ما معناها حيثو طب ما تيجي نشوف كده احنا عايزين من هنا انت بتقول دي لعبة فردية حيث لا يوجد عنف على الاطلاق يبقى هتقول لي يا مستر ده لعبة مش مفوض نقول كان ممكن نقول التي ليس فيها عنف على الاطلاق طيب دي ما انا حيثو بديجي مع اي حاجة في الدنيا مش المكان بس ولا يشارط يكون ما احيثو المدرس اسلام اعطانا الواجب كثير بالامس الذي جعلني اصهر طوال الليل القيام به هو ايه اللي جعلك تصهر طول الليل الواجب طب الواجب ده عاقله لاغر عاقل لاغر عاقلية بس يكتك تستخدم مباشرة طيب بعد كده بيقول لك اه زيز ار ماريامز بيرنتش دول الوالدين بتوع ماريام اي لافزين يا ترى اولا مستر انا هنجد على كلمة قول واشي لها لانه هو لا احنا متفقين ان مع الاتنين ما ينفعش نفكر في قول ولا نفكر في هاف ولا نفكر في نان التلاتة دول يا شباب معناهم ان العدد اكتر من اتنين دول معناهم كده اكتر من اتنين فما ينفعش اخدهم مع اتنين ابدا طيب انت ما معاك بوث ينفع بوث عشان معا اتنين ايزر ونيزر ماشي تبتعلم ترجم انت بيقول لك دول والدين ماريام انا بحبهما وحبهما كلاهما يبقى اي لافزين بوث دي اعماء بولديها واعمامها اي لافزين ايه بقى يا فندم انت بيقول والديها اللي هم اتنين واعمامها على الاقل لواحد واثنين عدة اربعة يبقى اي لافزين اول يبقى خبلك في الاورانية احنا قلنا بيرنتش اب وقوم باتنين فاخدنا بوث لكن هنا العمام والاباء يبقى كده اقول يوجد بعض الاشجار على كل جانب من جوانب الطريق انت عندك هنا كلمة اقول لازم يكون بعدها الاسم المعدود جمع وطبعا انت قدامك صايد ما ينفعش نستخدمها لاسباب كثير اولا ان كلمة صايد ان الطريق وانت ماشي كده الطريق لجانبين جانب النحياتي وجانب النحياتي يعني هما اتنين فما ينفعش ناخد اقول ثانيا كلمة دي غلط لانك انت بتقول يوجد بعض الاشجار ولا على جانب لأ انت بتقول لي على كل جانب من جوانب الطريق يبقى اون ايذر صايد وكان ممكن حضرتك تقول لي بوس بس تجيب بعدها صايدس كلا الجانبيني الطريق ده طريق صحراوي يبقى انت عايز يعني الطريق ده طريق كئيب ممفيش عليه اشجار او كده اللي هي الميزانية بتنفق على النقوء على الطعام والملابس طيب تعال نشوف البدجت دي مفرد وما ينفعش ناخد معاها افري ما ينفعش بعدها اوف بقي معاك ايذر وبقي معاك هاف بالمنطق انت بتقول لي تقريبا نص الميزانية بنصرفها على الاكل والشرب يبقى هاف انا بقى ادي الولدايا هداية لكل واحدة بداية انا ما ما عنفعش افري افري لازم تكون بعدها اسم غس ما تقفعش فما هو اتنسة دول اتنين يا عام فما ما عنفعش نفكر في اول انت بتقول لي اعط لكل واحد من حالة من التوزيع وانت بتدي هداية الباباك في كيسة حمرة وهدية المنطق في شنطة بيضة وعايزك تفتكر كلمة present لما تقول لي مثلا my dad presented presented يعني قدم presented me with a mobile ده معناها اني وباباك قدم لي موبايل اللي نعايزك تفهمه ان كلمة present مفعول with افهم ان هنا في with ليس لم يكن هناك اي من الاولاد this means the number of boys was ده معناها اني عاد الاولاد يا ترى مادام قال لك non انت عارف كويس وحافظ ان انت قدامك كلمة اسمها nether nether دي بتيجي معنا الاتنين بس تبكلمة non معناها اكثر من اتنين يعني تلاتة واربعة وانت طالع كده من تلاتة وانت ماشي طيب هانا بقول لك non of the boys يبقى ده معناها ان العادة الاولاد بيكون يا ترى لس than two اقل من اتنين ولا more than two اكيد اكثر من اتنين اتنين بالتحديد ما هو لو اتنين كنا اخدنا كلمة nether one or two واحد او اتنين برضو ما ينفعش واحد اصلا مع nether وحاجات دي طيب خلصنا كده الحمد لله دخل بقى على القطع بقول لك the word clown clown دي الشباب اللي هو المهرج البهلوان يعني بنستخدمها عشان ايه الشخص كاحمق اكيد نوصف الشخص كأنه احمق لكن ان تكون بهلوانا يعني ليست دائما شتمة او سبة فان فن التهريش ده فن قديم وزاة مجدن وعظمة يعني هو مش بس بتمثل في السيرك اليومي بتاع اليوم دول حديثا دي كلمة تانية برضو بتسوي كلمة clowns يعني المهرجين اللي كانوا في المحكمة اللي كانوا بيعملوا عروض للملوك والامبراطور كلمة تيتريكل دي جاي من كلمة المسرح فالمهرجين المسرحيين يعني اللي كانوا بيعملوا عروض على المنصة يعني من خمسمائة سنة على مر التاريخ معظم الثقافات كان فيها مهرجين الناس دي وظيفتها اكتر من انها تخلي الناس تضحك دايما بيظهروا قدام الناس في العروض بتاعتهم كناس حنقاء ليس عندها اي قوة او كده ومش عارفين يعملوا ايه لكن هم بصراحة عندهم حرية تحدث ازاي بيقول لك باستخدام الاستظراف اللي باستخدموه ده ممكن يطلب طلب من القائد ما فيش اي حد من الناس العاديين يطلبوا في طريق التهريك كده وفي العرض يروح طالب طلب في الصين القديمة في الصين القديمة الامبراطور اسمه شين ده طلب انهم يبنوا صور الصين العظيم واسناء بناء وتشييده الالاف من العمال ماتوا في عرحلة البناء بسبب ظروف العمل الفقيرة والصعبة بعد ما بنوا للصد الحمد لله والناس لسه طالعة فرحانة كده الامبراطور الخرفان ده قال لك لازم نلون ندل الصور ده لون وده معناها ان في ناس اكتر هتموت غير اللي ماتوا في البناء المهرج الخاص بالامبراطور الوحيد اللي كان عند القدر ينتقد الخطة دي تقولي اجدعان انتو كده ما هابيلو هتموتو الناس كان المهرج الخاص بالامبراطور بدأ يشتغل بقى باستظراف شديد لكن النقه اللي كان بيعملها اقناعت الامبراطور ان هو توقف عن ذلك الهبل وان هو يقرر ان هو يقف عن تلوين الصور او الجدار وبالتالي اصبح يودا واحد من السليبريتد يعني المشهور يعني كبطلا قوميا في الصين بقولك ان دي بتفكرنا وبتعرفنا ان التهريج والمرح ممكن يكون واحد من اكتر الطرق الفعالة في التأثير على الناس ان هم يغير رأيهم زي ما حصل كده المهرجون اللي في اليومون دول بتاعنا ممكن يخلونا نبص في الحياة بشكل مختلف وندحك ممكن يكونوا ما ميمثلوش بسي الحماقة على الاطلاق لكنهم بيمثلوا الحكمة يعني متخفية او متنكرة تعالى نشوف اول سؤال كده بقولك كلمة من الباريغراف الاولاني كلمة موجودة يا ترى الكلمة دي بتديني ايه من المعاني اللي زي ديت يعني زكي وحكيم وزكي برضو يعني انيق وزكي وكده من غير اصلا القطعة احنا عارفين من كلمة دي معناها محترم او موجد او مشرف يعني بتسوي كلمة ريسبيكتد وادميرابلو بريست الراجل المؤلف بتاع القصة دي مهتم اهتمام كبير باي طرف يقدم لنا تاريخي لكلاونز يشرح لنا ليه طبعا دي سطرين اتنين فما ينفعش نحكم على البراغراف بيها اكيد هي رقم سي بيشرح لنا ان الناس دول تلعبوا دور مهم مما افتكرش بس ان هم مهرجين في البراغراف التاني بيقترح المؤلف بيقولك ان الكلاون ده بيكون عنده حرية اكتلاء غير الناس العاديين طبعا يا ترى لان ما بيكونش خايفين من القادة او هم كلنا بيكون خايفين من القادة هي رقم سي دي فعلا بيكون عندهم القدرة ان هم يستخدموا المرح لكي دي معناها يغير او يثبت تثبات وجهة نظر بيستخدموا المرح عشان يثبت وجهة نظر ان انت يعمل لقائد غلط وانت كده غلط هتدمر الناس في البراغراف الاولاني الكلمة اللي تحتاخد كلمة لابل اللي احنا قلنا معناها يصف قلنا ديسكرايب حتى كان بيقولك في الجملة يعني انتصف الشخص بالاحمق وفقا للمؤلف اقنع الامبراطور الصيني ان هو ما يعملش ايه؟ ما يلونش الصور يبقى بيانت زا اربعة وثلاثين في اخر براغراف خالص بقى المؤلف بيخترح ان ممكن يمثلو لنا ويقدمو لنا الحكمة ولكن بشكل مختفي او مختبئ يعني او متنكر بالكلمة دية بالكلمة دي هو يقصد يقول لك ان ازكى مما يبدون او يظهرون او امامنا لازم نحترمهم دايما ولا بيبسهم على لبس العرض بتاعهم بيظهروا في اماكن غير متوقع فيها لا هو عايز يبين لك انهم بيبينوا الحكمة بشكل متنكر يعني هم ناس اذكية اصلا ما نفتكر همش اغبية وفقا للمؤلف المرح ده ممكن يكون اكتر من اكتر طريقة نستخدمها علشان نسر الناس ولا نغير الناس ولا نؤثر على الناس ونؤثر على ارائهم ودي قالها نصا في القطعة بيقول لك اقرب عكس خد بالك لكلمة دي معناها بناء وتشييد عكسها تدمير وفقا للبسج ايه من دول مش صح تعال نشوف عاد قليل من الثقافات عندها عندها مهرجين طبعا دي غلط طبعا دي مش صح لانه قال لك في القطعة ان المهرج ده معروف من خمسمائة سنة ديعملوا اكتر من ان هما يضحكوا الناس قال لك غيروا رأي المؤمبراطور بيحبوا عشان هو اقنع المؤمبراطور ما يغيرش اللون وقال لك ان هو ارت ومش ارت بس ده هو ارت وبيستخدم في تغيير اراء الاخرين ايه افضل عنوان ممكن نستخدمه للقطعة تاريخ السيركس كلاون لاحظ ان هو ذكر دي في القطعة ولكن ذكرها في سطر فمن ينفعش نحكم على القطعة كلها بكلمة عادة او من المعادات والتقاليد السامية هنشوفها دي شكلها في شك سور السن العظيم لأ برضو حكيها في سطر واحد ما حكيش عن اي امبراطور يبقى وهو اعتقد جاء الكلمة دي في تاني سطر هنا كان بيقول لك ايه خبالك ادي ارت ايها عشان اجابة سؤال زي ما هو قال لك في القطعة بعد كده ندخل على الترجمة يا شباب وبسم الله الرحمن الرحيم لقد اصبح البدء في انشاء عاصمة جديدة بدل من القهرة ضرورة الملحة تعال نشوف بداية كده لما اجل ترجم دي هممفوض نقول عشان هو عاجلة اول واحدة ات بكيم اولا كده كان افضل ان احنا نقول لا اسمها يبقى دي كده بوازت برضو بوازت لان اسمها اتهاز اتاخد هاز مش هاف البدء في بناء عاصمة جديدة بدلا من القهرة هاز بكم اصبحها دي صح طب ازاي مش هو قال لك ما هو انت ممكن تعمل الجملة بالمقلوب عادي ولكن ما تحافظ على السياق دي غلط ليه بقى المفروض نقول طب ليه بقى اصل اس دي زي بتقول لها عايزين بعدها صفة مش اسم زي كلمة يبقى انت كده رقم دي غلط برضو طيب الكم اربعين على الكتاب خير الرفيق ولا يستيع الانسان اللي يستغنع عنه طبعا دي الاجابة التي عدتها رقم دي بداية تانية عنه وانت عارف ان كلمة دي بتساوي كلمة اللي هي معناها يستغني عنه المهم اول واحدة ليه غلط بها اول واحدة غلط يا شبابة عشان قال لك اه زات كانت ايه دي بقى الابوسطر في اس المريكية دي عشان خطر مين ما لهاش اي وجود في الجملة بقول لك في الجملة التانية قبلك قال لك هنا في الجملة الاصلية قال لك الكتاب خير رفيق يعني الكتاب يكون يعني مضارع فكده غلط اللي بعدها المخلوقات البشرية كان دو زاوت تستغني عنها بقولك كان دو زاوت تغتين تستغني وكده غلط برضو الجملة رقم واحد واربعين الجملة الصحة في دول هي رقم ايه اللي هي ان تلفزيون نعمة من نقمة في ذات الوقت ربما يتعيشك بعد الواقحين اثناء طعامك او حتى نومك خد بالك حتى دي موجودة في الجملة يبقى القولة دي اللي صح من بين الجملة التانية ليه غلط بها التانية بيقولك ان تلفزيون سلاحزوا حدين قد يزعجك بعض الواقحين اثناء طعامك ونومك طبعا كالكلمة او حتى عارف لو كان بيقولك ترجم الجملة دي وانت تكتب الترجمة وكالة انت كلمة حتى كان ينفع لكن هنا ما عادش ينفع التلفزيون عامل عملة لها وجهين عملة لها وجهين طبعا ده غلط ترجمة حرفية وقلط ربما يزعجك بعض المحترمين لا مش المحترمين لكنه قد يزعجك بعض الواقحين التلفزيون النعمة هناك ما في ذات الوقت ربما يزعجك بعض الواقحين اثناء طعامك وبعد انتهائك من نومك بعد ما تنام وتصحب طب اهلا ونسهلا بهم طيب اللي بعد كده الترجمة الصحف دي هي الاولي اللي هي مين اللي هي تشغل قضيته حقوق الانسان بال المنظمات المحلية من اختلفos ا LOE اللي بعد كده بقى الجملة التانية تحظى قضية حقوق الانسان بالاهتمام من قبل المنظمات دولية هو ما قالكش تحظى بالاهتمام هو قالك تشغل طيب التالتة اه تقول منظمات دولية اهتم間ها لقضية المصالح الانسانية ما قالش كده. هو قال لك ايه? قال لك ايش حقوق مش مصالح. طب الاخيرة خالص قضية الانسان السليم برضو هي السليم السليم دي مش موجودة في القطع يا بدي هبدأ. ندخل بعد كده يا شباب على والرايتنج ده ليه موضوع معنا كده? ايه الجملة دي يعني الجملة الختامية. الجملة الختامية. طيب قبل ما نحلل الجملة دي تعالوا بس نطلع بره شوية صغيرين كده ونرجع تاني. تعالوا نقرأ مع بعضنا كده السطرين اللي انا مجهزهم دول. ده ملف يا شباب مكون من حوالي سبع صفحات وما ترات ملفات جمعتهم من اكتر مكان على الانترنت ومن الكتب الموجودة على الساحة. عشان يكون فيها كل الافكار اللي بتيجي في الاسئلة. تعال نقرأ كده الحتة دي كده وعايزك تقرأ كده معايا بقلبك كده وتفهم بالراحة. اول حاجة كده اسمها اللي هي الخاتمة. بيسموها ساعات كلوزينج. بقول لك دي اخر بريغراف ولازم تعرف مكانه. يعني انت بتكتب تاني ولكن بشكل مختلف. خد بالك بصال لك ايه? الكلمات اللي انت بتكتبها. انت بتكتب والسنتاكس لوالستراكتشار يعني. يكونوا مختلفين. ما تروحش هنا الا اللي انت كتبت في مقدمة نصة وتقول لي انك ده كتبت لك ده غلط. في اخر المقال اللي انت ممكن تكتب قيمة اخلاقية معينة. ما تسيب ليش نقطة كده معينة. مفتوحة شرح مداحق القرأ ما يفهمش هو كده قرأ ايه? بقول لك اللي هي ديت. انك تشد وتغلف اللي انت كتبته كله في النهاية في الخاتمة. بحيث تقارق لما يقرأ الخاتمة يبقى كده فهم انت بتحكي في ايه? ولو في حاجة فاتت منه في اللي انت في اللي قرأه تتغلف معا فكريا. او يعني. زمين اخد بالك انت بتعمل فين? في الكونكولوجين. انشور ذات زريدر لفت وزاوة سامسينك تثينك اذاو. اتأكد ان القارئ قبل ما يطلع من الكونكولوجين يكون فيهم كل حاجة بالتفصيل. خصوصا لو انت في المقال ده كنت بتقارق بين حاكتين. عامل مقارنة بين حاكتين فما ينفعش تسيب الموضوع مفتوح بحري. لازم بتخليك كده يفهم من الحلو ومن الوحش. تعال بقى نرجع تاني لموضوعنا اللي كنا شغالين عليه. في الجوب اللي اقول لك كاسيدي هنا. ايه? زمين ايديا اللي بتخبرك بالفكرة الاسية. اللي بفرق بتخبرك بالفكرة الاسية دي اللي اسمها اللي تكون في الاول خالص. طيب زمين ايديا لسه حالا كنا بنحكي. لما تلمح دي افهم نورة بتكلم عن كون. طيب ايه في اللي انا هكتبه ده كله كده? بتكون دايما في المقدمة زي ما اتفقنا. بقول لك يبقى دي اكيد كده. يبقى انت تختار بتكون في الاول. ما ينفعش وتحطها في الاخر. طيب انت تقول لك انت عملت يعمل لي اهو عملت يعمل لي حاجات شروحات ومثلة على اللي تتقول الاول. اتشوز زي اجزامبل زات شوز زا كوريكت بليسمينت اوف زا اكسيكليميشن مارك. يعني اكسيكليميشن مارك دي ما احضو تصح فين. اتسيرفز يو. رايت? شي سكريم. الموضوع اللي انت عملت ده بي يخدمك. ليس كذلك وبعدين صرخت. يبقى الاجابة دي الاولية اللي صح. طيب ليه? الجمل اللي احنا بنتكلم عليه. وبعدين اكسيكليميشن مارك اهيه? وعفلنا الكلام لان ده كلام مباشر وفي الاخر قلنا شي سكريم دي. طب الجمل التانية. اتسيرفز يو. رايت? الاكسيكليميشن مارك بحطها بعد اللي احنا اللي احنا عملنا عليه عاملين عليه اه اكسيكليميشن انت عاملها هنا في الاخر فدي غلط. طب لازم تبقى الاكسيكليميشن مارك جوه الاقواس. فدي غلط. وهنا ما فيش اكسيكليميشن خالص اصلا الا بعد كلمة شي وما نفعش ان احنا نستخدم هنا كده بيكون بعد الجملة المقصودة مباشرة. طيب بعد كده رقم ستة واربعين. ايه موضوعك? ايه موضوعك? الموضوع بتاعك ده حاجة من دول. انت بتسميه انت ساعات بتسميه او بتساعات بتسميه وساعات بتسميه يبقى رقم سي. او ما ايه ترانزاشن? ترانزاشن دي اللي احنا بنستخدمه عشان نعمل او اللي هو مسلا على سبيل مسال انك تقول او مسلا. دي بنستخدمه عشان دي شابه. لكن دي في ال هو شغال مهندس. كلمة هنا. اللي هيا دي. احنا قولنا دي عبارة عن اداة. اداة يعني ايه? يعني اللي هي رقم ايه? دي معناها روابط. زي يقول زي يقول زو والناس دول. ناون اس وحرف جر. لما قولك مسلا ا ا ا مان ان او اه كلمة دي اسمها انا اشتريت قلم وكتاب وقلم رصاص وكتاب. خد بالك انت بتعمل لي بتورد لي قائمة يبقى تقول لي كما كما يبقى دي. لكن كان ممكن نقول خد بالك انك ممكن نقول اي انا اشتريت الاتي. وتروح هنا بقى عامل ايه? الكولون بتعرفها اللي انت بتفصل بعدها. وترى ايه اللي بقى كما اة وتكمل. عربعين. انت عايز تبعط ايميل لحد. تكتب الرسالة فين بقى? وهنا محتاج اقف وقفة بس وارجع لك تاني. لحظة واحد. دي كده يا شباب لحد ما نيجي لشرح الايميل دي صورة مصغرة الايميل. اول حاجة بتبدأ فيها بالايميل هي اللي هو الموضوع بتاعك. وبعدين تحتها بالزبط هنا كده. في حاجة اسمها اللي هو ايه? اللي هو التحية. ساعات بنسميها وساعات بنسميها اللي بتقول له اهلا سيدي اهلا صديقي وهكذا. وبعدين الكلام اللي انت عايز تبعطه للرواب اللي بتكتبه هنا كده. حتة دي بسميها سواء بودي او باي طبعا بالامريكان وفي الاخر خالص كده بتبعط له اللي هو الخاتمة بالاخر. وانت بتكتب لازم تعمل حسابك في حاجة. انت هنا بتعزيه عشان عميته ماتت منفعش في الاخر كده تقول له هستنى لك بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله روح هدخط الحيوان. لازم يبقى الكلام مكتوب بنفس التون. نفس النغمة اللي انت كتبت فيها. ان كان هنا كتبتها فورمل فرات ان تختم فورمل. ان فورمل اختم ان فورمل برضو. وفي الاخر بنعمل حاجة اسمها السيجنيتشر اللي هو مين التوقيع. سؤالنا كان بيقول لك انت تكتب رسالتك فين في الحتة دي كده. واحنا قلنا الحتة اسمها ايه? تعال بقى نرجع للموضوعنا التاني كده. بيقول لك ان انت تكتب الرسالة بتاعتك بتكتبها فين? بتكتبها في البودي اللي هو ده. طيب ما تجى سريعا كده تشرح لنا الباقي الاجزاء بتاعت الحاجات ديت. تعال نبص عليها بص سريعا كده مع بعض وعليش يستحمل النهار ده عشان تخلص من الحوار ده. انت عندك ده يا شباب. بيتكون من قلقاتي. الجزئية اللي انا جايبها دي من كتاب المعاصر. اول حاجة كده. اول حاجة في الايميل اللي هو مين المرسل? اه اللي احنا بنكتبه جانب كلمة يعني انت بيكون مكتوب وبعدين او طيب كلمة من المرسل اللي هو اسمي انا. انا اسم احمد بعت الايميل يبقى احمد. بعته العمر. يبقى اللي هو المتلقي اسمه عمر. في المرسل ده احنا بنكتب الشخص اللي احنا بنرسله الايميل. طيب المتلقي اللي احنا بنبعت له الايميل. طيب ده الموضوع اللي انت بتكتبه. انت عايز تكتب عن ايه? انت عايز مسلا تكتب له عشان انت هنقوا بنجاحه. يبقى. طيب او او ده الافتتاحية. اللي هي بنقوله دير فلان. ونكتب بعدها دير عمر دير مونة وهكذا. ده المكان اللي بنكتب فيه المسج واخد ده من كلمة دي. طيب دي الخاتمة. وقالك ان انت لازم تكتب لنفس الطون. نفس النغمة اللي انت كتبت بها. ان كان حزين فلازم تكمل حزن وان كان سعيد فيها كذلك. او دي اللي هو التوقيع اللي انت بتنهي بالموضوع. طيب هنيجي للموضوع ده بالتفصيل. ايه الترقيم اللي انت بتستخدمه بعد ما تكتب لو انت خدت بالك هنا في الايميل ده كده. حتة دي. انا بعد ما كتبتول مش عارف ايه. بص بص اخدت بالك حتة دي. عملنا كومة. يبقى انا عاديك تعرف كده ان احنا بعد ما نعمل التحية في الايميل بنكتب له كومة. خلاص من الامتحان ده. عاديك تعمل حسابك ان احنا هنفتح الملفات اللي انا كنت فرحت لك اللي هي في كل الامتحان هنحله. وهنفضل كل شوية نقهة الجزئية اللي مطلوبة لحد ما تحفظ. الموضوع ما احتاج بس انك تحفظ الحاجات دي عشان تعود عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.